أعلنت وزارة الصحة استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبري رفحة وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات وتشخيصهم تشخيصا دقيقا الذي بلغ عددهم 17 مصابا بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبري رفح وأشارت الوزارة إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من التواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعاية الدول الأجنبية بينهم 96 طفلا تم تطعيمهم بلقاحة شلل الأطفال والحزبة والنكافة ترجمة نانسي قنع